لا نقوم بعمليات التحليل لكن قبل ذلك نتأكد ان النمذجة عندنا صحيحة فخلينا نعرض أن نعمل Extrude بالنسبة للألمنت اللي موجودة عندني حتى نشاهد انه كل شيء عندنا تمام في عملية النمذجة فخلينا نعمل علي Rotate أوكي الآن خلنا نبتدي في عملية التحليل فأضغط على F5 من الكيبورد بشكل مباشر بالنسبة لهذا الموديل ما راح أجرى عملية التحليل عليك اللي هنا دونوترون ثم ذلك أضغط على رناء وطبعا تنتظر إلى أنه تنتهي عندنا عملية التحليل إذن الآن عدنا Deform Shape نبدأ نتجاه على الانغلق هذا نبدأ نعرض فقط 3D ونقل طبعا هنا يعرض لك E-Rain Uniform Load فخلينا نعرض Deform Shape خلينا نأخذ على أساس يكون عندك هذا أخر واحد طبعا وهي هو ال Combination ثم ذلك أضغط على Apply أوكي إذن مثل ما تلاحظ هذا عدنا Deform Shape أعمل علي Start animation طبعا ياخذ من عندك وقت حتى يبدأ يعمل لك الانيميشن أو يكمل من عملية الانيميشن إذن مثل ما تلاحظ هذا عدنا شكل الانيميشن حسب ال Deform Shape بالنسبة لي UDSCTL4 عرض بعرض النتاج الأخرى هنذهب هنا على Joint نعرض الردود الأفعال قلنا Apply نعمل زوم ثم هذه عدنا ردود الأفعال نقوم بعرض Frame هنا Shear قلنا هنا Apply نقوم بعرض Moment ونقوم بعرض نعمل زوم نعمل ردود الأفعال ثم نعمل منذ